مبدلقنا في غجل وشعبان وبلغنا رمضان فنحن اليوم نعيش مع ذكر الإسراء والنعراج الإسراء والنعراج لم يكن حدثا عاديا بل كان حدثا عظيما حدثا جاء بعد شدة ومحنة جاء بعد عسر ثم يأتي بعد ذلك اليسر من الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إخوة الإسلام مع خير حديث وهو القرآن الكريم أيات البينات يتلوها علينا فضيرة القائل الشيخ صبح الهندي من علماء الأزهر الشريف والعاذب بإدارة الواق بالأزهر الشريف فليعتفات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانا التي أسرى بعتده جيلا من المسجد الحرابين إلى المسجد الأقصى أسرى بعتده جيلا من المسجد الحرابين إلى المسجد الأقصى الذي باعتنا حوله الذي باعتنا حوله لنريه من هياتنا لنريه من آياتنا إنه هو السريع البصير وآتينا موسى الكتاب واجعلناه ذا واجعلناه ذا لبذيه الساعي لألا تتخذوا بالدوم ركيلاً واجعلناه ذا واجعلناه ذا 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 أسراب عبده ليلا من المسجد القرام من المسجد الأقصى أسراب عبده ليلا من المسجد القرام من المسجد الأقصى والذي باركنا قوله أسراب عبده ليلا من المسجد لنريه من آياتنا إنه هو السميع المصير وآتينا عموس الكتاب وآتينا عموس الكتاب واجعلنا هودا واجعلنا هودا واجعلنا هودا لبني إسرائيل إلا ألا تتخذوا من دوني وكيلة واجعلنا هودا واجعلنا هودا واجعلنا هودا إنه كان عمدا شكورا درية من حملنا معنوق إنه كان عبدا شكورا درية من حملنا معنوق إنه كان عبد شكورا درية من حملنا معنوق إنه كان عظيم إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حولا لماذا كان الإسراء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب على ذلك ربنا لنرياه من آياته إذن هناك مشاعر وهناك مرائي رأتها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنسبت قلبه وتشد من أذره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد مهل وشدة تطرق من ثلاثة عشر عاما في مينة لسيما بعد أن أعلن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن دعوته حينما أمره ربه سبحانه وتعالى فاصدح بما تؤمن وأعلق عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يقيق صفرك بما يقولون فسفن بحمد ربك وكن من السجدين وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين فعندما جهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واستجاب لأمر الحق يصعد على قبل الصف ويأتي على بدون كريش يعني على عائلات كريش يا بني الزر يا بني كلاب يا بني كذا يا بني وعدد من أشراف كريش فمنهم من ذهبا ليرى الأمر لماذا يلادي محمد على الصفحة هل هناك أمر ما حتى إلادي محمد علينا؟ والذي كان لا يستطيع خرم أرسل رسولا ما شاءتك يا محمد؟ قال أتدرون لو أني أخبرتكم أن خيلا بسف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أقنتم مصدقين؟ قال نعم ما جربنا عليك إلا صدق ما جربنا عليك كذبا قط فأنت المشهور بيننا بالصارف الأبي فإذا بأكله عمى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لو يا محمد ألهمك ما اعتنى ساكر اليوم تبدأ لك ويحزن النبي ويحزن النبي في نفسه لأن الذي عرمه هو عمر فإذا بالله سبحانه وتعالى يقول له يا محمد لا تحزن ويتنزل القرآن في شهر أبي لهب تبت يدها أبي لهب وتب ما أنا عماله ومكست سيصلى نار ردة لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ثم يرجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعلق دعوته على الناس فاتهموه بأنه سحر وأنه المجنون واتهموه بأنه شاعر وبأنه كذاه ثم تأتي المحاصرة مدة ثلاث سنوات معاهدة جائرة بين قبيلة قريش وبني هاشر يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يسمى في شهر أبي طالب محاصرة جائرة ومعاهدة جائرة اتفقوا فيها على أن يجوعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعاهدة تفقوا على أن يتزوجوا من قريش بني هاشر لا يتزوجون منهم لا يتعاملون معهم بالبيع ولا الشراء ولا بأي شيء آخر حتى أكلت أرضة الصحيفة التي كانت معلقة في قدار الجعبة وأكلت أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووراق الشعر تحملوا الكثير والكثير حتى توفي أبو طالب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما كان كان وما زال على الشرك لكنه كان يدافع من أخيه وأراد القريش أن تعقب عهدا مع أبو طالب على أن يسلم محمد إليه يا أبو طالب إن كان إن أخيك يريد مالا أعطينا له المال إن كان يريد السيادة سودنا إن كان يريد كذا ملتنا إن كان إن كان إن كان ولكن يُعرق أبو طالب هذه العروض على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فما كان من النبي إلا أن يقول بالله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساني على أن أطرك هذا الأرض ما تركه أبدا كلمات عظيمة أين لك؟ إذا عوض عليك بعض المال إن كان تأتي نفسك الأمنار بسوفي لتأخذ هذا المال حتى ولو كنت أصل في على ألف سيادة لأنك محتاج يا الله محتاج للسيادة محتاج للوجاهة والله تتنازل على هذه الملال كلها لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل الله رحمة العالمين ما تزحزح قلبه أبدا عن مبدئه ثم بعد ذلك يرد أبو طالب السمن الجبهة الخارجية التي تدافع عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ويقول له يعمل كل إله إلا الله أشفع لك بها عند الله سبحانه وتعالى ولكن أبو طالب يأمى ويموت على الشيخ فأراد الله أن يبشره الأول أهل الآل عذابا هو أبو طالب لماذا؟ أنه كان يدافع لمبي محمد صلى الله عليه وسلم تموت خديثة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين التي كانت بمسابة الجبهة الداخلية فعندما يلقى عليه سلى جسور وتلقى عليه أمعاء 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 البهان وهو ساجد يذهب إلى خديقه وتسلي وتسلي عنه وتقول له والله لا يمزق الله أبدا وكانت تقف بجواره بمالها حتى أنه كان يذكرها بعد أن مات يهلا أمعاء فتقول له السيدة عيشة انت عملت جد في سريتها لها كانت إلا عجوز ما كانت إلا أمرأة عجوز قد أردلك الله بها خيراً منها والله ما أدن الله بها خيراً هي شايفة من منظور تاني لك لذلك صلى الله عليه وسلم آمنت بي آمنت بي إذ كفر الناس وصدقت لي إذ كفر الناس وواسدني بمالها وأعبدني منه إذ حعمني منه الناس فوالله ما أدن لله بها خيراً ثم ثم تموت السيدة حديجة ثم يذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف هوازن وسقيف قبيلة كامي مشورة كامي ببلدة الطائف ليعلم عليهم الدعوة لأنه يجد نصرها فيها وازنا وسقيف ولكن هيهات هيهات قال والله لو كان فيك خير كان أهل بلدك خدوك وكانوا حول بيك أهلك وقبلتك إن لكن هم إن تجرينا مطرور فصفتوا عليه سفهاءهم وعبيدهم ليرموه بالإشارة حظم عقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم نظرك معايا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل تلتاشر سنة تلتاشر سنة يدعو فيها وابتلاءات تنزل عليه يتهم بكذا بأنه كذا وأنه مجنون ثم يربوه بالحجارة خارج بلايه فيرفع قفة الضراعة إلى الله اللهم إني أشكر إليك ضعف قوتك وقلة عيلتك وهوامي على الناس يا مرحم الراحمين أنت رب المستضع فينا وأنت رب إلى من تكلم إلى بريد يتشهني أم إلى عدو من لكتب أمري إن لم يقذ لك علي غضب فلا أباب عزق نور وشك الذي ألأت به نور السعوان وأشرفك عليه نور الدنيا والآخرة إن أن يحل بغضبك أو يحل بسخط لك العربة حتى الضربة ولكن عافيتك هي أوسع لي يتنزل بله الجبال يا محمد إن الله قد سمع قولك لقومي وما قالوا لك يا محمد مرني أن أطلق عليهم الأخشبين أن يفعل نبيك كأنه الله قال اللهم مات قومي فإنهم لا يعلمون ويذنب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة على الوجود ويجد كفار المريش وصماطينها يقفون على مداخل مكة يمنعوه من الدخول إلى مكة لا سنة له ولا معين معه إلا الله سبحانه وتعالى فيأتي المطعم بن عديد الرجل الشيخ فيدخل في جواره وتقلت سلاحه وأولاه وتسألهم مريش أم مجير أم تابع فيكون مجير قالوا لك أجرنا من أجر ويدخل صلى الله عليه وسلم مكة ويبيت في بيت أمهان ثم تأتيه الزيارة وتأتيه المنحة الإلهية ويأتيه الفرج من الله سبحانه وتعالى يقول له يا محمد إذا كان أهل الأرض قد رفضوا فإن رب السماوات ينتظر كذا ليتعور مع دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالملل الأعلى وبالصلاة من الأنبياء والمشافر التي رأىها يحدثنا فضيلة الشيخ عبد الحميد عطية ألف من علماء الأزر الشريف ومدير الدعوة بالوع ومدير الدعوة باللقاء ومدير الدعوة بالله ومدير الدعوة بالله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين منهجه بإفساد إلى يوم الدين سيدي يا رسول الله بك لما وفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك فعذراً رسول الله إن قصرت في وصلك فإن جمالكم لن يوصفاً جاءت قديماً ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوصفاً والله لو ماهو البحار بجمعها كان البدار لوصل أحمد ما كفاه والله لو قلب الزمان من البداية للنهاية قلب يكتب واكتفاً والله لو كبر النبي تفجغت أنواره لن بدر ولا واكتفاً تكفيه يقيا في السماوات العلا وبحطرة الرب الجديد تشرفاً يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد صلى الله عليه وسلم لن يخسفاً فاللهم صدر وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وبعض دائماً وأبداً الإنسان منا لا يعيش على نمط واحد كما بيّن لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لابد للمرء على ظهر هذه الحياة الدنيا من ثمانية أشياء من عسر ويسر ومن فرح وحزن ومن ضيط وسعا ومن اجتماع وتفرقا وتلك هي طبيعة الحياة الدنيا ولم تجد بسنة الله تبليلا ولم تجد بسنة الله تحويلا فهكذا الخبيب صلى الله عليه وسلم أرسله ربه ترارك وتعالى ليبلغ مراد الله سبحانه وتعاباً جداً في علا ونعلم دائماً وأبداً أن المنة تأتي بعد المحاة وأن من فرج يأتي بعد الشدة انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا شيخ من فاضل قابل الإسراء والمعراش من هذه الأحداث المؤلمة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم والحبيب صلى الله عليه وسلم لم ييأس على الإطلاق مهما قيل لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم صابراً لأمر الله سبحانه وتعالى في تبليغ مرام الله سبحانه وتعالى جداً في علا وشوف الناس اللي كانت مع سيدنا النبي يعني من أقرب الناس اللي كانوا من أشد أعداء النسل صلى الله عليه وسلم ده حكم إلهية ده حكم ربانية لأن يتوهم أو يقول إنسان بأن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان من صنع بلده أو كان من صنع عائلته أو كان من صنع أقربائه وإنما كان من صنع الله سبحانه وتعالى جداً في علا انظروا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك المقاطعة الظالمة لدرجة أن أحبابه أكلوا أوراق الشجرة سيدنا سعد يقول سعد بنائي وقارس يقولوا ذهبت ليلًا يعني عارسة ربصف لكم الوصف اللي كانوا حاليتهم فيه في الوقت جد ذهبت بالليل من أجل أن أخضي حاجاتي وأنا أخضي حاجاتي سمعت ترقاعة على النار فابتعدت وانتهيت من قضاء حاجاتي ثم أخضت ذلك فوجدت جل الدم من جلود الحيوانات فأخذته وغسلته وطهيته ثم أكلته شوف الوضع بتاعته إيه؟ وشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما لأ كل حاج إصحابه اللي مع سيدنا النبي دارين يرزوا فيهم ويرتنوهم ويوسيه إليهم والنبي طبعا عاوز بعض الناس يغفوا معه صلى الله عليه وسلم لذلك سعى النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن يجد من يقفوا بجوانه صلى الله عليه وسلم ولكن زي ما احنا عارفين يعني لم يقف أحد بجوانه صلى الله عليه وسلم وقابلوهم السخرية والاستهزافة هو قبل ما يجيلوا الرسالة كان معروف بين الناس بالصادق الأمين ما فيش يختلف عليه إبنين لكن لما أددوا الرسالة من عند الله سبحانه وتعالى هنا بقى ظهر المنافقين وظهر المشركين خلاص؟ لا انت من تشعر حوالا خلاص يتكون معانا يا كده يا كده سمعتين الصلاة على ست نتابع عليه صلى الله عليه وسلم وشوف طبعا اني تديك الفرصة ست النبي انه ينتقل من هؤلاء ولكنه قال عبد الله أن يخرج من أصلابه من يقول لا إله إلا الله وسيتنا شبريت زي ما احنا عارفين قال صدق من ستناك الرعوف الرحيم في الأفوال تهيئا يعني نعم يعني تنفيس حادثة التصراي والنعراض كان تنفيس لقلب النبي عليه الصلاة والسلام تسريع لفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام ربنا عاوز يفرّح زينا النبي عليه الصلاة والسلام ويبين بزينا النبي مكانته عند الملأ الأعلى يعني كأن ما سبحانه وتعالى يكون للحبيب صلى الله عليه وسلم إذا كان أهل الأرض قد جفتك فهيا لترى مكانك عندنا في السماء فهيا لترى قدرك عندنا في السماء فحدثت حادثة الإسراء والمعراض الإسراء بقدرة الله سبحانه وتعالى والمعراض بقدرة الله سبحانه وتعالى جل في علا وخلّي بانا ربنا تنزّه نفسه لأنه قادر على كل شيء قل سبحان الذي أسرى بعبدي سبحان الذي أسرى بعبدي فلا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا علام الغيوم سبحانه وتعالى جل في علا خلّي بانا الإسراء والمعراض كان بكلمة كن فيقود لا تسأل عن الزمن ولا تسأل عن الوقت على الإطلاع شوف درقة النسيق لن نبي عليه أفضل الصلاة والسلام أسرية وعُرجة به يعني في بعض الحديث رجع النبي صلى الله عليه وسلم وما زال ما كانه دافئاً يبا الوقت مفيش إن ربنا بكلمة كن فيقود ولما يبدأ بص في صدر سورة الإسراء ربنا يقول سبحان الذي أسرى بعبدي خلّي ماذا؟ ممكن يقول سبحان الذي أسرى من رسوله سبحان الذي أسرى بنبي خلّي ماذا؟ لكن هو كان أشرح حاجة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي العبودية لله سبحانه وتعالى وذلك تشريفاً للحبيب صلى الله عليه وسلم وعلواً لمكانته صلى الله عليه وسلم عند ربه طيب الوقت أيضاً كلمة العبودية نأخذ منها بأن الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بالجسد والروح معاً يعني سبنا لا بطلع كده زي ما هو بجسده وبروحه صلى الله عليه وسلم لأن لو كانت هذه رؤية مناماً طبعاً لما كذبه المشيبون ما حدش هاي بالوقت يوم من تصبح الصفت طولاً شوفت رؤية أنني سفرت لروحتي مأكلهم الرمى وزورت بيت الله الحرام وطفت المشارق والمغارق ولما دي يتكلم مع الناس ما حدش هاي أطلب معاً شكراً وليه لكن هم كذبه النبي عليه الصلاة والسلام لما أخطرهم بأنه يسر يبيه من المسجد الحرام بملكة إلى المسجد الأقصى من فلسطين ثم إلى صغرة المنتهة كذبه المشيبون وأنا يعني أبو جاهل نعرفين عليه من الله ما يستحق بدأ يتكلم مع الناس عرف الناس حتى السيدة فبيلة أنت لا تؤثر الناس خريفة على يعني على سيد النبي ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم أخطرهم سيد النبي عليه الصلاة والسلام أخطر الناس فأبو جاهل رحمه سيد أبو بقر وقال له أما تسمع ما يقوم صاحبه أنت بسمعتش قال له هذا قال قال يدعي لأنه أسر يبيه من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عوجه بيه من السنوات العلا وعاد في نفس الزيلة ونحن نضرب أقبالاً لشهراً زهاداً ولياماً وشهداً ولياماً فسيد أبوة الصدير قال أبو قال ذلك يريد أن يتلقى الخبر يريد أن يعلم مصدقية بهذا الحديث لأن هذا الرجل من أعداء النبي هو أبو جفر فقال أبو قال ذلك قال نعم قال إن كان قال ذلك فقد صدق إن قال ذلك فقد صدق فقال أبو أصدقه في هذا قال إنما أصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه في خبر يأتيه في ساعة من ليل أو نهار من السماء أفن أبو أصدقه في ذلك لذلك سمي سيدنا أبو بقر بالصدير كما نعلم جيداً انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه صلى الله عليه وسلم يدع قدمه عندما انتهى بصره يعني أنت لما تبي القدس كذا كل ما تنشي ما تنشي نهاية يبا لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى جدة علامة وإحنا عالفين بسيدنا النبي سيدنا جبريل وإنزل فصدق فسيدنا النبي صدق قال أتتني في أي مكان صليت يا رحمد قال في أي مكان يا أخي جبريل قال إنك صفيت في طيبة في المدينة وإليها الهجرة ثم ركب القراء مرة ثانية ثم قال له الأمين جبريل انزل فصدق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فصدق ثم سأله الأمين جبريل قال أتتني في أي مكان صليت يا رحمد قال في أي مكان يا أخي جبريل قال إنك صليت في جبل طور سينا وفيه يسمى في جبل مناشاء نعرفين اللي هو سيد تموسى كلم ربين عليه ثم ركب مرة ثانية على القراء ثم نزل فصدق قال إنزل فصدق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فصدق قال له الأمين جبريل أتدري في أي مكان صدق قال في أي مكان يا أخي جبريل قال في بيت له وفيه مولد سيدنا عيسى وعليه على نبينا أفضل الصلاة والسلام وإن عرفين أن سيدنا النبي رأى من المشاهد ربنا أقول لقد رأى من آيات ربيه المبرى كما جاء في صدق سورة مجل كما نعلم جيدا وإن عرفين أن سيدنا النبي هو قائم الأنبياء بدلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى المسجد الأقصى كان هناك الأنبياء انتخابه صلى الله عليه وسلم فأفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصل به الحبيب صلى الله عليه وسلم إماما دلالة واضحة على أن الحبيب صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين على الانضاع اضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم له سيدنا جبريل إناع من خبر وإناع من لبن يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فاخترت اللبن فقال سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اخترت بفطرة يا رسول الله انظروا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم في معراجه وهو مع سيدنا جبريل وهو يصحب إلى السماوات السد ثم إلى سدرة المنتهى الكل رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم الكل هلل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا الاستجدام أن لكل سماء لها مدخل معين فكان الأمير جبريل يستفزن أهل السماء فيفتحون له له والحبيب صلى الله عليه وسلم يسألون من جبريل من معه يقول محمد يسألون أَوَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قالوا نعم في السماء الأولى كما نعلم جيدا سيدنا هذا فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له مرحبا بالإبن الصالح والنبي الصالح ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية فإذا بدنا الخالة سيدنا يحيا وعيسى وعيسى عليهما السلام فرحب أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثالثة فإذا فيها سيدنا يوسف والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه أُعطي شكر الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم فأُعطي الجمال كله صلى الله عليه وسلم فسلّل على الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة فإذا فيها سيّدنا إدريس فإذا فيها سيّدنا إدريس وربنا تبارك وتعالى قال في حقه ورفعناه مكاناً علياً فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ورحب به سيّدنا إدريس ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الخامسة فإذا فيها سيّدنا حاروم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة وفيها كريم الله سيّدنا موسى رحّم للنبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة فإذا فيها خليل الرحمن مسلتاً ظهره إلى البيت المعمور وهو قبلة لأهل السماء كما أن الكعبة هي قبلة لأهل الأرض فرحّب بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ولأمته وأرسل رسالة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم لأمته صلى الله عليه وسلم قال أقرب أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذلة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بذلك العظيم انظروا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يصعد إلى المدى الأعلى وسيدنا جبريل كما جاء في بعض الروايات وقف فيلتفل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بسيدنا جبريل أفي هذا المكان يطلب الخليل خليل فإذا بسيدنا جبريل يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم وما منا إلا له مقام معلوم فهذا هو آخر مقامي فلو تقدمت ألمنا نحن رأى ولكن تقدم يا حبيب الله فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وصل إلى سدرة منتهى ووصف الجنة كما نعلم صلى الله عليه وسلم وألهم الله سبحانه وتعالى بإلقاء الدهيات لله الصلوات الطيبات لله فإذا بربنا تبارك وتعالى يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الظروف هذه الأجواء الطيبة الروحانيات العالية المباركة الله سبحانه وتعالى أعطار هذه الهدية من فوق سبع سماوات بدون واصطة هذه الفريضة الوحيدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى على الحبيب وأمتك من فوق سبع سماوات ألا وهي فريضة الصلاة وكما نعلم أنها هي الجامعة المالعة لجميل أركان الإسلام كما نعلم جيدا وكانت خمسين صلاة فرح النبي صلى الله عليه وسلم ولما رجع وهو في عوجته صلى الله عليه وسلم أوقفه كبير الله موسى رأى نور الله سبحانه وتعالى في وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم فأراد أن يستزيد من نور الله سبحانه وتعالى جد في علاه فتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرى هذا النور الذي يجح من وجهه صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا أعطاك ربه وكما نعلم أن سيدنا موسى كان عنده صلاتين ولكن قومه كانوا لا يؤدنا فسيد الدنيا عليه الصلاة والسلام قال خمسين صلاة سيدنا موسى قال له يرجح إلى ربك فسله التخفيف أنا عاوز أن تشوف سيدنا مالا عليه الصلاة والسلام والحقيق مشتاق إلى رؤية حبيبه وهو يرجع إلى رب العزة مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسادسة وسادعا وثابلا وتازعا وكل ما يرجع إلى سيدنا موسى يقول له يرجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك ضعيفة لا تخضر على ذلك سيدنا النبي يرجع وربنا سبحانه وتعالى يحط عنه خمسا أن يخفف عنه عن أمته خمس صلاة انظروا بعد أصبحت خمس صلاة سيدنا موسى يقول له سيدنا النبي عليه الأفضل الصلاة والسلام يقول له يرجع إلى ربك فسله التخفيف فقد جربت الأمم قبل ترجع إلى ربك فسله التخفيف فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد تسعة رب قال له مرة خمسة 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 سيدنا النبي يقول له قد راجعت ربي حتى استحيلت من ربي دعانا دلوقتي لما واحد يروح لواحد مرة والدين وثلاث عمر هو ما في شدان والليين فانت خليك مع ربنا على كل ما ينزعش من حاج أبدا لا تسألن بني آدم حاجة وسلتدي أبوابه لا تحجبه الله يخطب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغطابه خليك مع ربنا ربما يذهب منك على تطاع لذا من تأكل مع الله يقول الله معك شوف سيتنا النبي عليه الصلاة والسلاة نفس سيدنا موسى أقول له أرجح بقول له لأني لقد راجعت ربي حتى استحيلت من ربي فإذا بالنداء من بدل الله سبحانه وتعالى قد أنضيت فريضتي خمس في العمل وخمسون في الأجل والتعامل انظروا إلى هذا العطاء الطير المبارك من رب العزة سبحانه وتعالى جد في علاء إكراماً لنبي صلى الله عليه وسلم وإكراماً لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم فمعجزة الإسراء والنعراج حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى فرضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سنوات إكراماً بالحبيب صلى الله عليه وسلم ولأمة وتسرية لفؤاد النبي ومواساتاً للنبي صلى الله عليه وسلم عما لقاه من إيذاء قومه صلى الله عليه وسلم ونعلم بأن الحبيب صلى الله عليه وسلم رأى مشاهد لا حصر لها على البقاء وطبعاً المجال يضيق لذلك ذكرها فرأى وماشطة حينما الشقة رائحة طيبة ماشطة فرعان النبي يسأل وسيد جميل يجيب والنبي وسيد جميل يجيب هذه حدثة معها كذا كذا مع فرعون بسبب أنها كانت موحدة لله سبحانه وتعالى جل في علام ولما قام فرعون وحرق أولادها كادت أن تتقاعث في الطب الصغير فإذا وهو من هؤلاء الذين أنطقهم الله سبحانه وتعالى في المهد ويحتاج هؤلاء الذين أنطقوا في المهد محاضراً فذات القفل قال اثبتي يا أمه وقيعي فإنك على الحق المبين ورأى هؤلاء الذين يزرعون في يوم ويحسطون في يوم الآخر وكلما زرعوا عادوا كما كان قال من هؤلاء قال هؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله تتضاعف لهم الحسن إلى سبع مئة ضعف ورأى هؤلاء الذين تتفاقم رؤوسهم عن الصلاة ورأى هؤلاء الذين يأكلون الردى وهم معذبون ورأى هؤلاء الذين يأكلون أموالاً يتامى ظلمة ورأى الكثير من المشاهد والمرائي التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا جميعاً أن نحافظ على طاعتنا لله سبحانه وتعالى وأن نعلم تمام العلم بأن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا أنفاس معدودة فاشعلوها طاعة لله اشعلوها قربة لله سبحانه وتعالى عم الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وهو راضي عنا إنه نعم المولى ونعم النصير يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا جميعاً أن ننسنا العمل لله سبحانه وتعالى في كل وقت وحيد فالنبي يوصينا جميعاً أن نقتلنا هذه الحياة في طاعتنا لله اقتنم شبابك قبل هرمك واقتنم فراغك قبل شورك واقتنم صحتك قبل سطمك واقتنم حياتك قبل موتك أقول كولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام الله عليكم ورحمتكم وبركاً الله بتعليكم شكراً الله بتعليكم باسمكم كميعاً نشكر فضيلة الشيخ حمد الحمد الألفي من علماء الله عظم الأزر الشريف جزاك الله وخير وشكراً ومع الختاب الختاب مميس وفي ذلك فليتنافس المنافسون والقرآن الكريم وفضيلة الشيخ الصبر الذي فلاتفه أعوه بالله من الشيطان الوكيم بسم الله الرحمن الرحيم قَنَّجْبِ إِذَا أَوَى مَا ضَلَّ صَاقِبُكُمْ وَمَا غَوَى قَنَّجْبِ إِذَا أَوَى مَا ضَلَّ صَاقِبُكُمْ وَمَا غَوَى قَنَّجْبِ إِذَا أَوَى مَا يُنْطِقَ عَلِ الْهَوَى قَنَّجْبِ إِذَا أَوَى مَا ضَلَّ 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 ذو مقرة فاستعى وهو بالأفوط الأعلى ثم تبا فتدلا وهو بالأفوط الأعلى ثم تبا فتدلا فكان طلق سين أو أدنا فأوقى إلى أبده ما أوقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ في اسم ربك الذي خلقه فأوقى إلى أبده ما أوقى فأوقى إلى أبده ما أوقى بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ في اسم ربك الذي خلقه خلقه خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق يقرأ في اسم رحمن الرحيم خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق إن الإنسان لا يطغى لا يطغى لا يطغى أوراه استغنى كلا إن الإنسان لا يطغى أوراه استغنى كلا إن الإنسان لا يطغى لا يطغى أوراه استغنى أوراه استغنى إن إذا ربك الجوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أعد قل هو الله أعد إن الله الصمد لم يرد ولم يولد لم يرد ولم يولد قل هو الله أعد إن الله الصمد لم يرد ولم يولد لم يرد ولم يولد لم يرد ولم يولد ولم يرد لهم كفورا أعد صدق الله العظيم الفاتع إِنَّ إِلَى رَحْبِتَ تَرْجَعَ مَهْمَا فَعَلْتْ ومَهْمَا تَكْبَرْتْ ومَهْمَا اعْتَدَيْتْ ومَهْمَا كُنتَ عَلَيْهِ من عَمَلٍ بِنْ صَلَاقٍ أو فسر أو ظلم أو جون فعلى جيدا أنك سوف ترجح إلى الله سبحانه وتعالى ليحاسبك على ما تفقدمت أو ما أخرت أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الليلة المباركة أن يأخر لنا جميعا اللهم أؤخر بموت المسلمين اللهم أغفر لبوت المسلمين اللهم أغفر لهم ورحمهم وغفر للأحياء الذين كانوا معنا في هذه الليلة العظيمة المباركة وهي ليلة جبر الخواتف اللهم إنا بلبادك في فلسطين شرح فدوين اللهم أكن معنا يا رب العالمين اللهم أكن على اللي أود الغاصبين وهم أكن عالم يهود الغاصبين والظالمين وكذة الأنبياء والأطفال والمساج والشنوخ اللهم عليك لهم فإنهم لا يعجون اللهم لا تلفع لهم راية اللهم لا تلفع لهم راية ولا تحقق لهم راية ويعني أن فيهم عزة وآية اللهم نصرك الذي وعك اللهم نصرك لذلك الذي وعك اللهم عليك لهم فإنهم لا يمشتونك اللهم فر الجماعة وشأت الشجاهم اللهم نحصهم على ذا وغطرهم بلداء ولا تلقي فيهم أعلى اللهم ألنا فيهم يوما أسودا اللهم ألنا فيهم يوما أسودا اللهم ألنا في نصر كنصر بد اللهم ألنا في نصر كنصر يمد اللهم ألنا في نصر كنصر يوم الأحساب ربنا ظلمنا في سماء وإننا تغفر لنا وترحمنا لنكم إننا الخاسرين وجزاكم الله خيرا على أسل استماعكم وغفر الله لكم اللهم ألنا في سماء كان معكم عبد المنسيكري وقلنا عامين وعليكم بالخير والجميع والبركاتة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته